عايز ابدأ بموضوع مهم جدا قد يتصور البعض ان هو مش مهم او يعني لا يلقى اهتمام جماهيري لكن هو مهم جدا 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 احنا كنا اتكلمنا في يوم خمسة سبعة خمسة سبعة وقلنا عن السوبر الافريقي تحدثنا عن ان الاتحاد الافريقي بيدرس ما يسمى ببطولة السوبر الافريقي وتحدثنا عن كامل التفاصيل مش عايز ازعجكم واجبلكوا اللقطة وقللكوا شبت لما قلته ونقعد نتفرج عليها شوية وبعد نرجع نشرح تاني انتو كلكوا عارفين الكلام ده في خمسة سبعة يعني اللي عايز يرجع لحلقة خمسة سبعة عشان يتأكد من كلامنا يرجع تحدثنا بالكامل عن هذه التفاصيل يوم خمسة سبعة النهاردة متسبي رئيس الاتحاد الافريقي تحدث عن السوبر الافريقي بكل التفاصيل اللي احنا قلناها وانفرضنا بيها يوم خمسة سبعة اهمية الخبر ده ايه خبر ده يا جماعة مهم جدا للاندية المصرية لانه من الناحية المادية مزهل مزهل يعني لك ان تعلم ان بطل السوبر الافريقي سيتقاضى ما يوازي 200 مليون جنيه مصري بس كده ده احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم لسه ما تكلمناش بقى المشاركة هتاخد كل فرقة هتشارك قبل ما تلعب ولا اي حاجة هتاخد مليون دولار يعني تتكلف 19-20 مليون جنيه مصري قبل ما تلعب اتحاد الفريقي سيتولى مسألة الانتقالات ما عندكش مشكلة في الطيران ولا 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 الكلام ده كله كل ده الاتحاد الفريقي هيوفره بالكامل للاندية المشاركة في هذه البطولة وبالتالي البطولة دي هتنقل لانه الراجل المتسيب النهاردة كان بيكلم فبيقول انه اللاعبين الافريقة اللي بيلعبوا في اوروبا يتمتعون ولكن اللاعبين الافريقة اللي بيلعبوا داخل القارة الافريقية من حقهم ان يتمتعوا يتمتعوا بامكانيات مادية عالية وبالتالي سيتطور المستوى وتبتدي الاتحادات الاهلية تصرف على اللعبة وتصرف على اللعبة والاندية تبتدي التهتم وهو الاخر عايز يرتقي بمستوى كرة القدم في افريقيا طبعا حط نظام وهقول لكم برضو فيما يتعلق بقى بدور الابطال مصيره ايه والكونفدرالية اللي هيبا اسمها كأس افريقيا مصيرها ايه فيما يتعلق بهذه البطول اسموا افريقيا الى تلت مناطق من غير ما دخلكوا بها في تفاصيل غرب وشرق وكلام ده كله تلت مناطق وسيشارك في السوبر الافريقي اربعة وعشرين فريق كل منطقة من المناطق الثلاثة فيها تمن فرق واحد يقول لي الفرق دي بتختار على اساس ايه هو طبعا في ترتيب موجود في الاتحاد الافريقي ولكن واقعا زي ما انا قلت من يوم خمسة سبعة سيكون للاتحاد الافريقي مطلق الحرية في اختيار الاندية دون التقيد بالترتيب والكلام ده كله خالص ليه لانه هو بيبحث دلوقتي مع الشركات الاستثمارية الكبرى والرعاء لانه هو بيستهدف رقم خيالي رقم خيالي هيخش خزنته فما فيش رعاها يخشه الا من خلال اندية لها متابعة جماهيرية عريضة لكن اي نادي مهما بلغ تفوقه ما عندوش مشاهدة حقيقية ويا دي كورة مالوش دور في السوبر الافريقي طبعا هو وضع لما تبصله كده من بعيد انفير لكن لما تبصله تجاريا هتجد ان ملهاش حل غير كده يعني لك انت تخيل مثلا مع كل الاحترام للاندية اللي انا اقولها مع كل الاحترام مش عايز يقول اسمعش بحدش يزعل لكن مثلا هقول اندية اللي ملهاش جمهور مثلا الاول والتاني مثلا ام بي ومثلا طلع الجيش كل الاحترام طبعا كل الاحترام انا بس بتكلم عشان اشرح الجانب التسويق يعني هل ممكن دول يشاركوا في السوبر الافريقي مين اللي هيتفرد ومين الرعال اللي هتدفع فلوس وبالتالي اصبح الاختيار حكرا على الاتحاد الافريقي وفق ما يرى وفق ما يرى طبعا هنا من مصر وانت مغمت كده هيبقى الاهل والزمان طبعا طبعا وبعدين لو هياخدوا فرقة ثالثة هيبتدي يفكر بقى هل هي الاسماعيلي هل هي الاتحاد السكنداري هل هي المصري يعني برضو هيدور على اندية شعبية نفس الوضع مثلا من الجدائر هيختار اندية بعينها من المغرب هيختار اندية بعينها من تونس احنا في المنطقة دي هيختار اندية بعينها وهكذا عنده طبعا دول مهمة جدا في التسويق زي ناجيريا زي جنوب افريقيا مصر طبعا مليون المية المغرب ايضا دول اهم اربع دول بيعين بيبيعوا يعني لكم ان تتخيلوا ان ناجيريا لها اكبر نسبة مشاهدة في القارة الافريقية مية وخمسين مليون مواطن ناجيري وبالتالت خلاص يعني الاندية النيجيرية لما عندها مشكلة الكاف بيرتب الامور كلها فورا لانها منجم عنده نسبة مشاهدة عالية جدا 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 ومن ثم الاتحاد الافريقي مؤكد بيبقى حريص تماما على هذا الامر طيب يعني مصر وجنوب افريقيا والمغرب فيما يتعلق بالمنطق هي اعلى نسبة تسويق على الاطلاق مصر وجنوب افريقيا والمغرب دول اعلى ثلاث عشان كده من المؤكد انه مصر يبقى منها فرقتين جنوب افريقيا فرقتين المغرب فرقتين ناجيريا فرق كده يعني وطبعا عندنا قولا واحدا الاهل وزمالك قول زمالك ولاهل طبعا وبعدين مثلا تروح المغرب هتلاقي مثلا الرجاء والوداد هتروح مثلا سان داوز ومع فرقة تانية من جنوب افريقيا وهكذا يعني وهكذا ده فيما يتعلق بالاختيار طب البطولة دي هي بشكلة على فكرة دي تبتدي عشرين تلاتة وعشرين يعني في اغسطس عشرين تلاتة وعشرين خلاص يعني السنة الجاية وعليكم خير السنة دي خلاص هتتلعب بطول الدوري الابطال والكونفترالية بالنظام اللي انتوا عارفين وانتوا عارفين طبعا هم غيروا هيبقى النهائي ذهابا وعودا اما البطولة الجديدة ان شاء الله باذن الله اللي هي هتبتدي عشرين تلاتة وعشرين خلينا الاول نتكلم في السوبر الافريقي وبعين اكلمكم دور الابطال هيبقى مصيره ايه والكونفترالية مصيرها ايه ده كلام مهم جدا للي عايز يتتقف كرويا يقوم لما يحصل مثلا تغيير ولا حاجة ما عودش يسأل هو ايه اللي بيحصل يا جماعة هو ايه اللي اضغاء كده يعني طيب هيختاروا من كل منطقة من المناطق الثلاثة التي تم تقسيمها على مستوى القارة الافريقية تمن فرق حلو كده حلو كده تمن فرق دول هيلعبوا بعض ذهابا وعودة ذهابا وعودة يعني كل فرقة هتلعب اربعتاشر مباراة على ملعبك وخارج ملعبك حلو كده حلو كده هياخدوا اول خمسة من كل مجموعة يبقى ثلاثة في خمسة بكم بخمستاشر وياخدوا افضل سادس يا اما يختارها الكاف تسويقيا يا اما وفقا لللاقيحة اللي نزلة واعتقد إيه لها تطبق هيبقى افضل سادس بقى انا كده روحنا لايه لدور الستاشر خلاص هنشتغل من دور الستاشر بقى بشكل طبيعي جدا بفيش ذهابه على العودة ولا الكلام ده حتى المباراة النهائية كويس كده وحتى هذه اللحظة المباراة النهائية هي مباراة واحدة هلأ بتكلم عن السوبر الافريقي اما دور الابطال ده ذهابا وعودة السنادي النهائي ذهابا وعودة ده السنادي من نسبة لدور الابطال اما السوبر الافريقي من مباراة واحدة اذا هذا هو نظام السوبر الافريقي